شهد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو انطلاق فعاليات مؤتمر الشارق الدولي للذكاء الاصطناعي واللغويات الذي يعقد في مقر الجامعة الأمريكية بالشارقة تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة استعرض وزير الثقافة خلال الجلسة السياسات المبتكرة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتجاوز الحواجز اللغوية وتعزيز التفاهم بين الثقافات ودعم التواصل المجتمعي في العالم الرقمي وتطرقت الجلسة إلى كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على التراث اللغوي والثقافي